عندما تكون تفهم اللغة ولكن لا تستطيع التحدث هذا يعني أنك تدرس اللغة أكثر من أنك تتدرب عليها هناك فرق شاسع ما بين دراسة اللغة والتدريب عليها لذلك إذا كنت تعاني من ضعف في المحادثة تابع هذا الفيديو وإن شاء الله ستجد فيه كل ما سيلزمك لتقوية المحادثة وإتقانها أهلا بك على الأغلب أنك تعلم بأنه تعلم اللغة تشمل أربعة مهارات الاستماع، القراءة، الكتابة والمحادثة الكثير من الناس تجدهم ماهرين في القراءة والكتابة والعديد منهم يكونون ماهرين في الاستماع أيضا لكن عندما يتعلق الأمر بمهارة التحدث يكونون ضعيفين فيها وسبب هذا الضعف سيتضح لكل شخص يواجه هذه المشكلة إذ أعاد النظر على روتينه الدراسي فغالبا أولئك الذين ماهرين في المهارات الثلاثة الأخرى الكتابة والقراءة والاستماع ستجدهم يتابعون الدورات، يدرسون كثيرا لكن يخفق في إيجاد طريقة ما لممارسة اللغة وهذا على الأغلب لأنه يعتقد بأن الممارسة تكون فقط عبر التحدث مع إنسان ما أو صاحب اللغة الأصلية أو حتى ربما قد يظن أن عليه أن يسافر إلى تلك الدولة لكي يتقن المحادثة ودوني شك هذا الاعتقاد باطل هناك العديد من الطرق الأخرى والتي حدثتكم عنها في فيديوهات سابقة فعالة متوفرة للجميع ومجانية سرع روابط تلك الفيديوهات في أسفل الفيديو في خانة الوصف لمن يحب أن يتابعها أو يعيد متابعتها إذن إحدى أسباب ضعف الناس في المحادثة هي اعتقادهم الخاطئ بأن ليست لديهم الفرصة للتحدث وممارسة اللغة لذلك إياك أن تكون منهم وكذلك الشخص المتكبر والخجول غالبا يكون ضعيف في المحادثة لأنه لا يتقبل نفسه وهو يرتكب أخطاء لغوية ينزعج من أولئك الذين يضحكون على أخطائه يشعر بالإحراج يخجل من لكنته خصوصا في البداية لأن دائما اللهجة واللكنة في بداية تعلم اللغة تكون سيئة لذا ستجد أولئك الناس الخجولين المتكبرين قليلا ما يتحدثون فيشغلون أنفسهم بالقراءة الصامتة ومتابعة الدورات وغير ذلك سوى التحدث وهذا طبعا لن يؤدي بك إلى إتقان المحادثة هنا يرجع عدم إساءة الفهم فيما يتعلق القراءة والكتابة ومتابعة الدورات التعليمية كل هذه النشاطات مهمة وضرورية لإتقان اللغة لكن هذه الأمور مهمتها الأساسية هي زيادة معرفتك ومعلوماتك عن اللغة يعني إذا التزمت بهذه النشاطات النظرية فقط دون التدريب عليها بشكل عملي حينها ستتعلم اللغة ستكون قادر على فهم اللغة ومعرفة الصح بين الخطأ يعني مثلا إذا تحددت معك بتلك اللغة التي تعلمتها نظريا وارتكبت أخطاء أثناء التحدث معك ستلاحظ جميع أخطائي وستكون قادر على تصحيحها رغم عدم تمكنك من التحدث بالمستوى الذي تحدثت معك وهذا لأن طريقة دراستك للغة على الأغلب لم تشمل التدريب على المحادثة فيجب أن تدرك بأننا لا نتعلم المحادثة بدراسة اللغة وقراءة الكتب بل بذلك نتعلم اللغة بالرغم من أن القراءة مهمة جدا لكسب البلاغة اللغوية يعني هنا أريد منك أن تعلم بأن القراءة ليست طريقا لتعلم المحادثة لإتقان المحادثة بل القراءة تساعد على تقويتك إذا كنت أصلا تجيد التحدث لأن تكسبك البلاغة لذلك بعد أن تصبح متحدثا جيدا حينها من المهم أن تستمر على القراءة لأن ذلك سيساعد على كسب البلاغة وزيادة مخزونك اللغوي من حيث المفردات آخر شيء أقوله لك إذا كنت جيدا في القراءة والكتابة والاستماع فاعلم أنك قد اجتزت ثلاثة مراحل أساسية من اللغة وبوجهة نظري هي الأصعب اكتسابا هنا فقط تبقى من أن تختم الرحلة باشتيازك للخطوة الأخيرة وكسبك لمهارة التحدث إضافة للمهارات الثلاث الأخرى لذلك لا تستسلم كل ما تحتاجه هو عشرين ساعة أو ماكسيموم أقصاحة خمسين ساعة من التدريب على اللغة والتدريب سهل جدا فقط ردد كل ما تسمعه وإن كانت لمدة خمسة دقائق مع مرور الوقت زيت المدة عشرين دقيقة ساعة ردد كل ما تسمعه وأيضا تستطيع أن تستفيد من القراءة بصوت عالي فأنت عندما تقرأ بصوت عالي تكون بمثابة التحدث لذلك حاول يوميا أن تخصص وقتا للممارسة وإن شاء الله في فترة وجيزة جدا ستجد بأنك قد كسبت مهارة التحدث إضافة للمهارات الأخرى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكون قد استفدت منها نلتقي في فيديوهات لاحقة واستودعك الله اشتركوا في القناة